نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضا وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مختلف الليل والنهار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافع ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوتي أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا هو الموعد الجديد لهذا اللقاء اليومي إن شاء الله سيكون ما بين الثالثة والنصف إلى الرابعة والنصف نسبة لاختلاف مواقيت الصلوات في فصل الشتاء عنها في أيام الصيف وأسأل الله عز وجل أن يعمر أوقاتنا بذكره وأن يوفقنا لما يرضيه عنا وأن يقبض أرواحنا ونحن نتذاكر كلامه وآيات كتابه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة المؤمنون بعد الفراغ من تفسير سورة الحج بحمد ربنا جل جلاله وقبل الشروع في تفسير الآيات لابد من ذكر مقدمات على ما جرت به العادة المقدمة الأولى في اسم هذه السورة المباركة اسمها سورة المؤمنون وبعضهم يقول سورة المؤمنين أما الذين يقولون سورة المؤمنون فهم يقولونها على الحكاية لأنها سميت في المصحف بهذا وأما القائلون سورة المؤمنين على اعتبار أن الإضافة تكون سببا في جر المضاف والدليل على تسميتها بهذا الاسم ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فقرأ سورة المؤمنين حتى إذا جاء على ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع ويعني بذلك قول ربنا جل جلال ولقد آتينا موسى وهارون ولقد أرسلنا موسى وهارون وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين أو ذكر عيسى يعني بذلك قول ربنا جل جلاله وآويناهما إلى ربوة أو إلى ربوة ذات قرار ومعين وبعض أهل التفسير يسمونها سورة قد أفلح هكذا بالعبارة الأولى الوالدة فيها وتسميتها سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون لأنها افتتحت بذكر صفات هذه الثلة المباركة من عباد الله والمقدمة الثانية في عدد آيها وكلماتها وحروفها أما آياتها فثماني عشرة ومئة آية هذه السورة المباركة فيها مئة وثماني عشرة آية وأما كلماتها فقد اجتملت على ألف ومئتين وأربعين كلمة فيها أربعون ومئتان وألف كلمة وأما حروفها فقد اجتملت على أربعة آلاف وثمانمائة حرف وحرف يعني أربعة آلاف وثمانمائة وواحد من الحروف لقارئها من الثواب ثمان وأربعون ألفا وعشر من الحسنات والله يضاعف لمن يشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف المقدمة الثالثة في مكيتها أو مدنيتها هذه السورة مكية بإجماع المفسرين وقد نقل هذا الإجماع أبو الفرج ابن الجوزي وأبو عبد الله القرطبي وأبو حيان والبقاعي وغيرهم من أهل التفسير فهي مكية بإجماع المفسرين والمقدمة الرابعة في موضوعاتها تناولت هذه السورة المباركة موضوعات القرآن المكي ومن تلك الموضوعات أولا بيان صفة المؤمنين وما أعده الله لأصحاب هذه الصفات فهي شبيهة بسورة المعارج التي هي مكية بالاتفاق إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون فالآيات هنا وهناك متشابهة وربنا جل جلاله بيّن مصير عباده المؤمنين الطيبين المتصفين بهذه الصفات في هذه السورة بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهناك قال أولئك في جنات مكرمون من موضوعاتها ذكر أطوار خلق الإنسان الدال على وحدانية الله تعالى وقدرته على البعث الله جل جلاله في هذه السورة يعرض الأطوار السبعة التي مر بها خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فهي شبيهة بالآيات التي في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والآيات التي في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وكذلك في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا من موضوعات هذه السورة كذلك بيان بعض مظاهر قدرة الله في هذا الكون الله جل جلال في هذه السورة المباركة يقول وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ إلى آخر هذه الآيات من موضوعات هذه السورة ذكر جانب من قصص بعض الأنبياء وموقف أقوامهم منهم وكيف كانت العاقبة الله جل جلاله يعرض في هذه السورة خبر نوح مع قومه وهود مع قومه والأنبياء ثم يذكر الأنبياء جملة ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم يذكر خبر موسى وهارون مع فرعون ثم خبر عيسى وأمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن موضوعاتها توجيه الرسل عليهم السلام إلى أكل الحلال الطيب والمداومة على العمل الصالح وأن الأنبياء دينهم واحد فذاك شبيه بما كان في سورة الأنبياء حين قال ربنا جل جلاله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ها هنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وهذه السورة المباركة حين تعرض حال الأنبياء مع أقوامهم تبين أن العاقبة كانت لهم وأن أقوامهم قد دم دم ربهم عليهم فأهلكهم جميعا أيضا من موضوعات هذه السورة وبيان موقف المشركين من دعوة الإسلام وما ينتظرهم من مصير يوم القيامة مع الرد على شبهاتهم الفاسدة وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما يثبت قلبه المشركون كانوا يطرحون شبهات تتعلق بالنبوة تتعلق بالبعث والنشور تتعلق بالقرآن والسورة تجيب على هذه الشبهات كلها وأيضا من موضوعاتها ذكر بعض الأدلة على وحدانية الله وقدرته الله جل جلاله يقول هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ثم يطرح عليهم أسئلة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون هذا سؤال للمشركين سيقولون لله قل أفلا تذكرون سيقولون لله هكذا قرئت بالإجماع كما سيأتي معنا في موضعها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون وقرئت سيقولون الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله وسيقولون الله فالله جل جلاله يشهدهم بأنه لا خالق غيره وفي هذا إرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم لكيفية محاجتهم ومجادلتهم ثم بعد ذلك ربنا جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بغض الطرف عن سوء معاملة المشركين له وأن يدفع بالتي هي أحسن وأن يستعيذ بالله من الشياطين ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ثم بعد ذلك ينقلنا الخطاب في هذه السورة مباشرة لمشهد الموت نسأل الله حسن الخاتمة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن مشهد الموت ينقلنا مباشرة إلى مشهد القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم يبين ربنا جل جلاله أن الموازين ستنصب وأن الناس ينقسمون إلى فريقين فريق خفت موازينه من الحسنات فهلك وفريق ثقلت موازينه بالحسنات فنجى ثم تختم السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الله طلبا للرحمة والغفران وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والزمخشري نبه إلى أن السورة قد افتتحت بقول ربنا قد أفلح المؤمنون واختتمت بقوله إنه لا يفلح الكافرون فشتان بين فاتحتها وخاتمتها في فاتحتها الإخبار عن فلاح المؤمنين وفي خاتمتها الإخبار عن هلاك الكافرين نسأل الله السلام أما المقدمة الخامسة لو أن سائلا سأل ما المناسبة ما أوجه التناسب بين هذه السورة وبين سابقتها سورة الحج التي مضى تفسيرها فالمناسبة إخوتي أخواتي من عدة وجوه الوجه الأول أن في سورة الحج حديثا عن الساعة وأهوالها في عدة مغاضع منها فربنا افتتح سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وفي خواتيمها قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار عادها الله الذين كفروا وبئس المصير ها هنا أيضا في هذه السورة حديث عن الساعة وأهوالها ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأيضا في سورة الحج حديث عن خلق الإنسان إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم هنا أيضا في هذه السورة بيان أطوار خلق الإنسان كما مضى الكلام قبل قليل في سورة الحج ذنب للمجادلين في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هنا في هذه السورة ذكر نماذج من هذا الجدال كقوله جل جلال بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ عِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ في سورة الحج حديث عن البعث وثبوته الله جل جلاله بعدما ذكر أطوار خلق الإنسان قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة ياتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ففي هذه السورة أيضا سورة المؤمنون حديث عن البعث وثبوته في سورة الحج قول ربنا ذلك بأن الله هو الحق وفي هذه السورة فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وفي سورة الحج ذكر ربنا سبعة من الأمم المكذبة وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ وَذْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوتُ وَأَصْحَابُ مَدِنَ وَكُذِّبَ مُوسَى هنا في هذه السورة ذكر قوم نوحٍ وعادٍ وثمود وذكر قوم فرعون في سورة الحج بيان خلود أهل النار في النار عياذا بالله تعالى بيان ربنا ذلك فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غمٍ أعيدوا فيها هنا في هذه السورة أيضاً بيان خلود أهل النار في النار بأنهم يصرخون ويستغيثون يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وبين ربنا جريمتهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفلنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون في سورة الحج سناء على المخبتين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون هنا أيضاً ثناء على المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون في سورة الحج ذكر أدلة ربوبيته في مظاهر قدرته ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخدرة ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وها هنا في هذه السورة أيضاً قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقبلها وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وهو الذي ثرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون أيضاً في سورة الحج الله جل جلاله بينا أن المشركين نافعون من آيات القرآن وممن يتلوها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا هنا أيضاً في هذه السورة قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون هذه هي أوجه أو بعض أوجه الشبه بين هذه السورة المباركة سورة المؤمنون والسورة التي سبقتها في ترتيب المصحف وهي سورة الحج والمفسرون رحمهم الله معنيون ببيان هذه الأوجه من أجل أن يثبتوا قول الجمهور في أن ترتيب السور توقيفي بعدما أجمعوا على أن ترتيب الآيات توقيفي ما كانت باجتهاد من الصحابة عليهم من الله الرضوان فكذلك ترتيب السور ترتيب توقيفي إذا علم ذلك إخوتي وأخواتي فيمكننا الشروع في تفسير ما تيسر من آيات هذه السورة المباركة يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون قول ربنا جل جلاله قد أفلح المؤمنون ما هو الفلاح الفلاح في لغة العرب يطلق على الفوز بالمطلوب الأكبر ويطلق على البقاء الأبدي الصرمدي في النعيم أما إطلاقه على الفوز بالمطلوب الأكبر فكما في قول نبيد فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل ولا قد أفلح أي فاز بالمطلوب الأكبر من كان عقل وأما إطلاق الفلاح على البقاء الأبدي في النعيم ففي قول الراجز لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماحي لو أن حيا مدرك الفلاحي أي البقاء السرمدي الأبدي في النعيم لناله ملاعب الرماحي فربنا جل جلاله يقول قد أفلح المؤمنون أي فازوا بالمطلوب الأكبر وهو رضى الله عز وجل ودخول جنته قال جل من قائل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قد أفلح المؤمنون من هم المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هم الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هؤلاء هم المؤمنون المفلحون قد أفلح المؤمنون وها هنا طرح الفخر الرازي رحمه الله سؤالا قال لو أن قائلا قال إن الله تعالى قد حكم عليهم بالفلاح وليس في هذه الآيات ذكر شعب الإيمان كلها وإنما ذكر بعضها الجواب على هذا السؤال بأن قول ربنا جل جلاله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قد شمل التكاليف كلها يعني ما أوجبه الله علينا ما حرمه الله علينا كله داخل في هذه الأمانات التي أمرنا برعايتها وكذلك بعضها يدخل ضمنا في بعض فمثلا الطهارة داخلة في الصلاة لأنه ما يمكن أن يكون محافظا على الصلاة خاشعا فيها وهو مخل بشرطها لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قد أفلح المؤمنون من هم يا ربنا شرع جل جلاله في بيان صفاتهم الصفة الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم هؤلاء المؤمنون في صلاتهم خاشعون مدحهم ربنا جل جلاله بهذه الخصلة الكريمة مثلما مدح الأنبياء في السورة التي سميت باسمهم فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ومدح مؤمني أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ومدح المؤمنين حال قراءتهم للقرآن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان ويقولون سبحان يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال جل من قائل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هذا فهؤلاء ممدوحون فما هو الخشوع الخشوع إخوتي واخواتي قد اتجهت إليه عناية الصالحين والعلماء العاملين يقول سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله سألت الأعمش عن الخشوع فقال لي يا ثوري تريد أن تكون إماما ولا تعرف الخشوع إني سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع فقال أعيمش تريد أن تكون للناس إماما ولا تعرف الخشوع ليس الخشوع بلبس الخشن من الثياب ولا بأكل الخشن من الطعام ولا بطأطأة الرؤوس وإنما الخشوع أن يكون الشريف والدنيء عندك في الحق سواء وأن يخشع قلبك أن يكون الشريف والدنيء في الحق سواء وأن يخشع قلبه وهذا يشبه ما قاله عمر رضي الله عنه لما رأى شابا يمشي متأطئا وقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب ولذلك كان السلف يعرفون استلاحا يقال له خشوع النفاق لما قيل لبعضهم ما خشوع النفاق قال أن ترى الأعضاء خاشعة والقلب ليس بخاشع الخشوع في أصل الوضع اللغوي السكون ومنه قول ربنا جل جلاله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى فالخشوع في اللغة هو السكون وأما الخشوع شرعا فهو سكون القلب وإخبات القلب وسكون الجوارح بين يدي الله عز وجل أن يكون الإنسان خاشع القلب مخبتا وأن تكون أعضاؤه ساكنة بين يدي الله ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رمى ببصره نحو موضع سجوده ولا يلتفت صلوات ربي وسلامه عليه ومن خشوعه أنه كان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم كان بعضهم يقوم في الصلاة وكأنه خشبة يعني كما أن الخشبة لا تتحرك فكذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبلغ من حال بعضهم أنه لا يشعر بما حوله ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه قد احترق بيته أو هكذا قيل وتدافع الناس وتصايح وجاءوا يصيحون به وهو يصلي فمن فتل من صلاته من فتل من صلاته ولما فرغ من صلاته قيل له قد احترق بيتك قال ما كان الله ليفعل ذلك قيل له ومما يعني هذه الثقة من أين جاءتك قال من كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ لك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ من عصيتها إن ربي على صراط مستقيم من قالها إذا أصبح حفظ حتى يمسي ومن قالها إذا أمسى حفظ حتى يصبح فرجع القوم فوجدوا البيوت حوله قد احترقت وبيته قائم كما هو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكذلك عروة بن الزبير رضي الله عنهما لما دخلت الأكلة في أو الأكلة في رجله وقيل له لا بد من بترها هذه التي يسمونها الآن الغرغرينة فسد العضو ولو بقي أفسد الجسد كله لا بد من قطعها فأرادوا أن يسقوه مرقدا مرقدا ما نسميه الآن بالبنج وهو الذي يذهب العقل والحواس الإنسان إذا أرادوا أن يجروا له جراحة عفان الله وإياكم فإنهم يحقنونه أو يجعلونه يستنشق مادة يغيب بها عقله وتغيب حواسه فلا يشعر بالمشرط أو بالمقص إذا أعمل فيه فالعروة بن زبير رحمه الله ورضي عنه أبى ذلك وقال تركوني حتى إذا دخلت في الصلاة اصنعوا ما شئتم إذا كان في الصلاة فإنه يغيب بحواسه عن هذه الدنيا ويستغرق مع ما هو فيه من وقوفه بين يدي ربه جل جلاله وإذا قيل بأن الخشوع أهله ممدوحون وصفتهم مرغوبة فكيف السبيل إلى أن نكون خاشعين في صلاتنا إخوتي أخواتي هناك أمور لا بد منها أول هذه الأمور أن نستعد للصلاة بإجابة المؤذن المؤذن إذا كان يؤذن فإننا نقول مثل ما يقول حتى إذا فرغ صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتينا بالدعاء المسنون هذا من حسن من حسن الاستعداد للصلاة أيضا إسباغ الوضوء إسباغ الوضوء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم التبكير إلى المسجد التبكير لإنسان يبكر إلى المسجد سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال لقد أتت علي أربعون سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون سنة ما ما يؤذن المؤذن ثم ذلك يقوم فيتوضى لا وإنما المؤذن يؤذن وهو في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أتت علي أربعون سنة ما صليت صلاة وأنا أنظر في قفى أحد من الناس يعني يصلي في الصف الأول أربعون سنة وهو على تلك الحال ولما سئل عن ذلك يعني لماذا يذهب قبل الأذان قال إن عبد السوء لا يجيب إلا إذا دعاه سيده يعني مثلا الولد البار ما ينتظر أن يقول له أبوه يا فلان يا فلان أو أمه وإنما يأتي إليهما هل تحتاجان شيئا هل تشكوان من شيء هل من خدمة أقدمها هل من شيء حاجة أقضيها هذا هو الإبن البار أما الآخر فإنه ينادى مرارا وقد يجيب وقد لا يجيب فلابد من إجابة مؤذن لا بد من إسباغ الوضوء لا بد من التبكير إلى المسجد لا بد من الإتيان بالسنة الراتبة السنة القبلية كسنة الظهر والعصر والمغرب وسنة الفجر وأيضا الإنسان يشغل وقته بين الأذان والإقامة بطاعة الله فإن ناساً يلسون في المسجد يتكلمون في أمور الدنيا ويخوضون مع الخائضين حتى إذا أقيمت الصلاة قاموا متفاقلين لا وإنما بين الأذان والإقامة ينبغي أن يعلم بأن الدعوة لا ترد الدعوة بين الأذان والإقامة لا ترد وكذلك بين الأذان والإقامة الملائكة تستغفر لك ولا يزال المرء في صلاة منتظر الصلاة فإن بغي أن نشغل هذا الوقت الثمين بالاستغفار بالدعاء بتلاوة القرآن بالتنفل ونحو ذلك من الطاعات أيضا إخوتي وأخواتي مما يعين على الخشوع أن يزيل الإنسان ما يشغله ما يشغله فلو كان حاقنا أو حاقبا يحتاج إلى الحمام لبول أو غائط ما يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين البول والغائط وإنما يذهب إلى الحمام ويقضي حاجته ويتطهر من أجل أن لا يدخل في الصلاة وشيء يشغله كذلك إذا كان هناك طعام وهو جائع يشتهي هذا الطعام فيأكل ثم بعد ذلك يصلي أما أن يدخل في الصلاة وقلبه معلق بالطعام فلا أيضا مما ينبغي أن يصرفه ما يشغله من المناظر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جئ له ببساط فيه تصاوير قال اذهبوا بهذا عني وأتوني بإنبجالية أبي جهم فإنها قد شغلتني في الصلاة آنفا فإن تصاويره لم تزل تعرض لي في صلاته فما يتصور أن إنسانا يخشع في صلاته وأمامه الشاشة تلفاز فيها مبارأة كرة قدم أو فيها شيء مما يشتغل به الناس هذا ما يمكن أن يخشع وهو في تلك الحال وقل مثل ذلك لو كان هناك أصوات صاخبة وهناك إزعاج يحصل ما يتأتى الخشوع لهذا المصلي مما يعين على الخشوع في الصلاة كذلك أن يستحضر الإنسان عظمة من يقف بين يديه جل جلاله بأنك تقف بين يديه ملك الملوك رب الأرباب مسبب الأسباب خالق الخلق واهب الرزق من يقول للشيء كن فيكون من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام من يخفض القسط ويرفعه من يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل تقف بين يدي الحي القيوم بين يدي الرحمن الرحيم الذي إذا ناديته أجابك وإذا سألته أعطاك وإذا دعوته حقق لك أمنيتك تستحضر عظمة هذا الإله الكبير الجليل لو أن الإنسان يقف بين يدي بعض عظماء الدنيا من البشر مما يأكلون الطعام ويتغوطون وينامون ويمرضون ويموتون فإنه ما يتشاغل عنهم بشيء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله تعالى يقبل على عبده في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه مما يعين على الخشوع في الصلاة أن الإنسان يرمي ببصره نحو موضع سجوده من غير الحناء من غير الحناء لأن الاعتدال هو من الأركان من أركان الصلاة إذا قمت نسان يقوم في الصلاة معتدلا ولذلك المالكية رحمهم الله خلافا للجمهور قالوا ما ينظر إلى موضع سجودي وإنما ينظر أمامه سدلالا بقول ربنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام قالوا ولا يتأتى له النظر إلى موضع السجود إلا بنوع حناء وتكلف واستدلوا على ذلك أيضا بأن الصحابة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فرأيناه تناول شيئا وهو في صلاته فلولا أنهم كانوا ينظرون إليه ما أدركوا ذلك فلكن الجمهور قالوا ينظر إلى موضع سجوده من غيره من غير حناء ولا تأطعه وأيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة التنويع الآيات التي تتلوها وتنويع الأذكار التي تأتي بها يعني بعض الناس يركع ما يعرف إلا سبحان ربي العظيم لكن من أراد أن يعمل بالسنة فإنه تارة يقول سبحان ربي العظيم تارة يقول سبحان ربي العظيم وبحمده تارة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح تارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفل تارة يقول سبحانه الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكذلك في السجود يكثر من الدعاء وبالنسبة للإستفتاح ما يلتزم صيغة واحدة بل تارة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلى غيرك وتارة يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء تارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء تارة يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم العيب والشهادة إلى آخر الدعاء تارة يقول الله أكبر الله أكبر ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تارة يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كل هذا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك في الآيات التي يتلوها في الآيات التي يتلوها بعض الناس ضرب مثلا بعض الناس من المعاصرين قال لو أن محاضرا دخل على طلابه ومعه ورقا وقرأها سريعا ثم قال لهم أنتم ما تفهمون ثم خرج ثم دخل بعد ذلك قال لهم ما رأيكم فيما صنعت سيقولون لا قد جئت شيئا إده وفعلت فعلة منكرة سخيفة قال هذا حال كثيرين مع الصلاة الله أكبر يقرأ سريعا الله أكبر الله أكبر ثم ينصرف إلى ما هو فيه من شأن الدنيا وابن القيم رحمه الله ضرب مثلا قال إن فأرة عشقت جملا فأرة عشقت جملا وقالت له تزوجني فقال لها وأين نسكن قالت عندي السكن مهيئ فقادت ذلك البعير الضخم إلى جحرها قالت له هذا هو السكن فقال لها إما أن تجدي سكنا يليق بمحبوبك سكن يليق بالجمل وإما أن تجدي محبوبا يليق بجحرك شوف ليه كفار يعني مثله فالمقصود بأن الصلاة إما أن تصلي صلاة تليق بربك خالقك معبودك محبوبك جل جلاله وإما أن يكون هذا مجرد عبث ولذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة أن الإنسان يتم ركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها ويحقق الطمأنينة فيها مما يعين على الخشوع فيها أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أخشى عن ناس في صلاته صلوات ربي وسلامه عليه إخوتي وأخواتي لعل الوقت قد مضى بنا كثيرا فنكتفي بهذا القدر وهذه الآيات نبدأها من أولها في درس الغد إن شاء الله تعالى وننبه على ما فيها من أحكام وفوائد وآداب ونبقى الآن مع فاصل نرجع بعده لاستقبال الأسئلة فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أخونا إبراهيم البدري يقول ما هي معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نوعان يا إبراهيم نعلق القرآن وهي المعجزات الباقية الخالدة ثم الثاني المعجزات الحسية كنبع الماء من بين أصابعه وتفجيره بمسه ودعوته وابتعاثه ببركته وانشقاق القمر له وسلام الحجر والشجر عليه وكلامه مع الحيوانات واستجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في من دعا له أو دعا عليه وكذلك إبراء المرضى وذوي العاهات وكذلك من معجزاته ما أخبر به من الغيوب أخبر صلى الله عليه وسلم عن غيوب عظيمة بعضها غيوب خاصة تخص أشخاصا بأعيانهم وبعضها غيوب عامة كالفتن والملاحم وأشراط الساعة وما إلى ذلك أحمد محمد يقول هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر جهرا لا لا يا أحمد نبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء أما بقية الصلوات سرا ولكن في صلاة الظهر كان يسمعهم الآية أحيانا معنى أنه يقرأ سرا عليه الصلاة والسلام لكن مثلا يقول مالك يوم الدين ثم يرجع إلى الإسرار ثم يبدأ يشرع صلى الله عليه وسلم في السورة فيرفع صوته ويقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار فيعرف الصحابة أنه يقرأ في سورة كذا لكن ليس معنى ذلك أنه كان يجهر عبد الباصط أحمد يقول هل الحذر يمنع القدر لا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينجي حذر من قدر وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن الدعاء ليلقى القضاء فيعتلي جاني في السماء إلى يوم القيامة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بالأسباب لأننا متعبدون بذلك فالمريض يتداوى تداو عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء وكذلك الرزق هو من القدر مكتوب لكن أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نسعى وأن نتوكل على الله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا وأمرنا بأن نزرع وأن نحترف يعني نمارس الحرف فما أكل آدبي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء لو شاء الله ما نبت الزرع ولو شاء الله أنبته لك أضعافا مضاعف فالإنسان ما يعول على الأسباب ما يعول على الأسباب فإن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأخذ بالأسباب سفة خالد الفزاني المسافر الذي يبقى أكثر من أربعة أيام هل يقصر الصلاة؟ لا عند جمهور العلماء من نزل بلدا نوى أن يقيم بها أربعة أيام صحاح فلا حق له في القصر استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين إذا فرغوا من نسكهم أي من حجتهم ألا يمكثوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام لألا ينقطع أجر الهجرة فعلم بذلك أن الثلاثة هي في حكم السفر وما زاد عليها في حكم الإقامة والمرتضى يقول بعض التجار يكون عنده سعرين بالكاش والدين ما حكم الشرع في ذلك ما في حرج يا مرتضى ما في حرج أن أقول لك هذا الجهاز بالكاش بألف وأما بالدين فإنه بألف ومائتين أو بألف وخمسمائة فإن للزمن حصة من الثمن نعم ويدخل هذا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتهم خالد يقول ما حكم الذي يعمل في مجال التصوير يعني استوديو عنده استوديو نعم التصوير يا أخي التصوير الفوتوغرافي الذي عليه الآن أكثر العلماء بل لا تكاد تجذ قائلا بالتحريم لكن التحريم يعرض له بأسباب أخرى كما لو كان في عرض لصور النساء وهن في أبهى زينتهن وهذا حال أغلب الاستوديوهات يعرضون صور العرائس وأحيانا يكون معها سبحان الله زوجها وما تدري كيف سمح بهذا والبر ربما يكون ممسكا بها على هيئة مخصوصة وهو مبسوط بأن هذه الصورة معروضة للناظرين هذا ما في شك يتنافى مع الشرع أولا ثم يتنافى مع المروءة والرجولة ثانيا فالصور التي فيها تعظيم لغير الله أو فيها استثارة للشهوات كشف لما أمر الله بستره هذا هو المحرم أما مجرد التصوير فما فيه إشكال إن شاء الله تعالى هذه هي تقريبا إخوتي وأخواتي الأسئلة والوقت أيضا قد انتهى إن شاء الله غدا نبدأ من بداية السورة ثانية أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان